مشاهدين ومتابعين في كل مكان أهلاً ومرحباً بكم وحلقة جديدة ما حلق برنامجكم بلادنا الحلوة نهاردة إن شاء الله هنتكلم عن حاجة مهمة جداً وكلنا بنهتم بيها وكلنا حبينا نعرف أسرارها وكلنا حبينا نعرف حيات كتير قوي قوي عنها يعني إن شاء الله هنتكوا فيها النهاردة وهنتكلم فيها طبعاً تخص طبعاً مصر الفرعونية القديمة وتخص كل حاجة إحنا لحد النهاردة ما وصلناهاش أو مش عارفين وصلها لأنها فيها أسرار كتير جداً لكن طبعاً نسمحولي أولاً أرحب بزميلي وصديق العديد محمد أنور أهلاً بيك أحمد أهلاً بيك ربيع وأهلاً وسهلاً بالسادة مشاهدين في كل مكان آآ إن شاء الله النهاردة زي ما قال سيد ربيع هنتكلم عن الحضارة الغمضة الحضارة اللي غداً وقتنا هذا قبل ما نبدأ بالستوديو ده فيها حاجات كتير جداً غمضة وما توصل لهاش العلماء آآ إيه واتعملت ليه وعشان إيه هي حضارة الفرعنة طبعاً إحنا بنفتخر إن إحنا مصريين لأن الفرعنة طبعاً أجدادنا دول كانوا متقدمين في كل شيء في الطب والهندسة وإعلوم الفلك وحاجات كتير جداً يعني حاجات كتير جداً غداً وقتنا هذا لسه بيكتشفوا ولسه بيحاولوا يدوروا ويشوفوا إيه الحاجات دي وظهرت إزاي ولسه موصلوش يعني أقل شيء مثلاً الطحنيت أو سر من أسرار بناء الأهرامات غداً دلوقتي ما عارفوش اتبانى إزاي فإن شاء الله هنتكلم النهاردة على كل المكتطفات في حياة الفرعنة الحاجات المهمة وفي عجالة كده سريعة إن شاء الله النهاردة ونفتكه فأول حاجة طبعاً الأهرامات طبعاً إحنا في مصر فيه حوالي 143 هرام أجبرهم طبعاً هو هرام خوفو هرام خوفو الموجود في الجيزة هنتكلم عنه النهاردة بكل نواحي لأنه في أسرار كتيرة جداً وعشان هرام خوفو دوت من ضمن العجاب الدنيا السابعة اللي قديماً وحديثاً ومزالت وهتزال هتنعمة موجودة معنا كتير جداً للخبايا والأسرار الموجودة فيها بدايةً كده الهرام مبني من أكتر من خمس تلاف سنة دي أول حاجة ولسه محتفظ ببنائه زي ما هو ما فيش حاجة أتغارد فيه غير كان فيه كسوة جيرية بيضاء تشالت وهنتكلم فيها إن شاء الله بالتفصيل يعني من أكتر من خمس تلاف سنة ولسه يعني موجود ده أول حاجة معرفوش سبب ايه طبعاً تاني حاجة رس الأوالب الطوب اللي هي الأوالب السخرية طبعاً فيه الهرام دوت بيحتوى على 2.600.000 حجر يعني كمية مهولة جداً طب دول جاي منين الصخور ديت جاية من أقصى أسوان طب اتنقلت إزاي يعني بعض النظريات بتقول إنه هو على المراكب طيب ماشي على المراكب الحجر بقى الحجر السخري العادي بيتراوح وزنه من 2 طن إلى 15 طن طب ده ممكن ماشي ممكن نقول يعني شلوه قربوه كلام دوت طب رفعوه إزاي فوق الهرام ما نعرفش طيب فيه فيه حجر تاني اللي هو بيغطي السقف بتاع الغرفة الملكية بتاع تخوفه بيقدر ده حجر جيرانيت بيقدر بيه 70 طن طب ده ترفع إزاي وتشال إزاي طيب ارتفاع يعني ده بالنسبة لأول حاجة اللي هي للصخور اللي مبنيها بقى الهرام 2 مليون و600 ألف حجر وجايين من أقصى أسوان وهكذا نيجي بقى ارتفاعه يعني ارتفاعه الهرام 149.14 متر طيب هو الرقم دوت رقم كده هباء لا طبعا يعني هنقول ليه 149.14 متر دولت ده ارتفاع الهرام من سطح الأرض الأعلى كما فيه طيب لما جيهم يقيسوا في الوقت الحالي والتقدم والتكنولوجيا اللي احنا فيها جيهم يقيسوا المسافة ما بين الأرض والشمس تلعت تقدر بـ 149.14 مليون كيلو متر مربع تخيلوا بقى تخيلوا لنفس الرقم طب يعني ازاي هم عرفوا ان المسافة بين الأرض والشمس بنفس الارتفاع فالذلك طب نسيبنا من النقطة دي نخش في نقطة تانية المحيط احنا عارفين طبعا فيه قانون سابت اللي هو محيط الدايرة على قطرها بساوي 3.14 من 10 دوة الوطه لما نيجي نحسب المحيط بتاع الهرم المحيط بتاعه على الارتفاع هيدنى 3.14 من 100 طيب ده الهرم كله نخش على غرفة الملك لو حسبنا ارتفاعها على المحيط محيط الغرفة على ارتفاعها هيدنى نفس الرقم اللي هو 3.14 من 10 نيجي على كل الغرف الهرم الداخلية نفس الكلام طيب نيجي على التبوت بتاع الملك خف موجود التبوت ده لقوه من غير الغطا بتاعه الغطب بتاعه بيقوله النوات سرق بس ده طبعا ممكن يكون تمويه لان ده عشرة طن من اللي هيشيره ويطلع في في ممرات وحاجات كده وهيعمل بايه فاكيد يعني ده كلام كده بيتمويه عشان ما يروحوش للغرفة اللي هي السرية اللي ما حدش يغاد دلوقتي وقتين هزا يعرفها طيب التمويه ده وقت المحيط بتاعه على ارتفاعه بيساوي تلاتة واربعة اعتاشر من عشر من مية نفس القصة ونفس المضمون لا يمكن يكون الارقام دي هبقى طب دي بالنسبة لغتر ارقام نيجي ايه تاني طبعا الهرم ليه اربع حدود اللي هو يعني الاربع اللي التجاهد بتاعته الاربع تجاهد دي تخيلوا بقى احنا عندنا يعني في العلوم التقدم العلوم وكل حاجة وصنالة دلوقتي ان فيه اتجاهات اصلية وفيه اتجاهات جغرافية الفرق ما بين الجهات الاصلية والجهات الجغرافية الشمالي يعني الشمال في الجغرافي فيه اربعة درجات. فالاهرامات معمولة على الجهات الاصلية اللي هي الاصلية مش جغرافية. اللي هي البصلة. تحطها تديك نفس الارتجاهات بتاعت الهرام. طب اه الطب ده العلم ده وصلوله ازاي وفين ما اناعرفش. طيب اه فيه اصرار تانية فيه اصرار طبعا كتيرة جدا الممر بتاع الممر الداخلي بتاع الهرام. لو دخلت جوه الممر دوت معمول من الجرانيت. الجرانيت دوت عمل زي المراية كده. لمعيته عمل زي المراية. طب اه طب اه احنا عشان نوصل للرخام بالمرأة دي لازم ساروخ ولازم جالي ولازم قصص ومعالجات كتيرة جدا عشان نيوصل للمرحة دي. ما عرفوش يتعامل ازاي. يخش وطبعا الممر دوت بيشير الى الكطب فيه نجم برضو في السماء بيشير ليه? اللي هو الكطب الكطبي. النجم الكطبي. نخش جوه على الديهليز. الديهليز الاساسي بتاع الهرام من جوه. ده بيشير الى اه برضو نجم في السماء اه اسمه النجم الشمالي. فدي والهرم ذات نفسه موجود موجود تحت اكبر نجم سماوي. طب ايه تاني? الهرم ذات نفسه موجود في متصف القرارات الخامسة. يعني موجود في السنتر بالزبط بالنسبة لقرارات الخامسة. فابده سر تاني من اسرار الحاجات الكلام ده كله ما معرفوش يتعامل ازاي ولا يتعامل فينه الكلام دوت. اه نتكلم طبعا البصلة يعني واحدة كياس الهرم البصلة الهرمية. البصلة الهرمية دي بتساوي نفس هي اللي هي البصلة الانجليزية. طب ده برضو هباء ولا ده علوم رياضة ولا ده ايه. اه في حاجات كتيرة جدا طبعا من ضمن الاسرار اللي هنقولها اه نخش تاني مسلا الموحد بالكامل زي ما احنا قلنا اه الاماكن يعني المجبرة المجبرة بتاعة خوفه يغاد دلوقتي لما يستدلوا عليها. يعني الغرفة السرية ما يعرفوش هي فين. طبعا هم لقوا غرفة فيها تابوت فاضي. وما فيوش غطى زي ما احنا قلنا. والغطى بيقولون هو تسرق. طيب غيره. اه اوجه الممر الرئيسي احنا قلنا الممر الرئيسي العلماء بعد القصة دي كلها قالوا يقلون الهرم دوت عبارة عنه. حاجة من الاسرار او عبارة عن مرصد للفلك او صحيف التنابؤات. وهنتكلم برضو في صحيفة التنابؤات دي في 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 حاجة تانية. فالاسرار طبعا مخصصين يا ربيعي عندك اسرار تانية. لو عادنا نتكلم على هرم الاكبر ده يعني هو طبعا تحط من عجاب الدنيا السابعة عشان خاطر طبعا ان وجوده بطريقة بناءه بكل النظريات اللي موجودة بتقول ان هو ما تعملش قبل كده ولا تعمل بعد كده. يعني حاجة حاجة شازة موجودة في العالم كله اول مرة تكون موجودة. طيب احنا جمعنا شوية نظريات كده وتخمينات لبناء الهرم الاكبر. يعني عايزين نقول كل واحد او كل مجموعة معينة او كل مجموعة علماء. قالونا ان في اه ممكن ادونا شوية نظريات. طب من النظرات ديت مسلا قال لك ان الهرم الاكبر ده عشان يتبني. مسلا ممكن يكونوا جابوا ساتر طرابي يعني عامل ساتر طرابي عالي قوي. وبدوا يحطوا عليه الواح خشبية كبيرة عشان يقدروا يزحلوا عليها البلوكات بتاعة الهرم طبعا كده. دي يعني كانت دي نظريات من ضمن النظريات اللي هم كانتكلموا فيها. في حاجة تانية مسلا بيقول لك ان عشان تبني الهرم الاكبر ده لازم مش اقل من مئة الف عامل. يعني هم برضو حددوا حاجة كده معينة قال لك يعني حاجة زي ده صلح كبير قوي زي ده. عشان نعملوه النهاردة مش اقل من مئة الف عامل. ومئة الف عامل طبعا اكيد باجر يعني ما اكيد كان طعام وحاجات زي كده يعني. طيب. اه في بقى حاجة تانية بقى كمان اه قال لك تسخير الجن. هما كانوا بيسخروا قال لك كانوا بيسخروا الجن. واشتهر طبعا فراعنا بتسخير الجن او وجود الجن كمان عشان وجود الكهنة هما الكهنة هما اللي كانوا بيسخروا الجن فكان موضوع الجن ده كان طبعا عامل ضجة كبيرة جدا ودخل في شهرة كبيرة جدا وجدال واسع كبير قوي بين الناس او بين العلماء في الوقت ده قالك ان الكهنة هم كانوا بسخروا الجن ان هو يقدر يرفع الاحجام الكبيرة اللي هم كانوا بيعملوها دي الحاجة التانية قالك تم صب الاحجار دي ان الاحجار دي اصلا مش جاي كده ومش جاي بنا كده على بعضها وقالك فيه مادة كده بتتعجن او بتتعامل يعني بمية او بحاجة بتوصل لحاجة معينة وبدأ بقى هم يصبوها في مكانها يعني يطلعوا المادة دي زي مثلا اسمنت مثلا بتعامل مخمر زي ما بقوله كده مخمر اسمنت او حاجة فتبدأ تعمله وتبدأ تعدله وصبته كده لان طبعا الحجر حضراتكم طبعا شفتوه مربع املس يعني ولزوايا حدة وموجود يعني حاجة ما شاء الله والاحجام يعني كبيرة زي صديقي محمد قال فضل وازاي مسلا لو صبوا يعني مسلا النظرية دي انا عايز اسأل فيها هو لو صبوا الحجرة باشي نقول صبوا اللي هو الحجر العادي اللي هو الاتنين طنة وخاص شرطين طب الجرانيت الجرانيت هتصب ازاي فدي برضو ممكن تكون نظرية برضو من ضمن دي كلها تخمينات احنا في الاخر برضو عزين المشاهدين كمان معانا انهما برضو ايه احنا بنقرض لهم فكر احنا دورنا وبحسنا وجبنا كل التخمينات والنظريات برضو احنا بنقرض لها عدرككم عشان برضو احنا 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 مش بنقول حاجة ان احنا بنقرض اوصل لكم قالوكم الهرم البلد ازاي لا قدرش الهرم لحد النهاردة ما حدش عارف البلد ازاي فيش حد عارف في الاصلا بسلا الحتة دي عشان انا اسمعت كده كانوا بيتكلموا قريب يعني بيقولوا ان هي اصح النظرية طب اصح النظرية ازاي اللي هي ايه اللي هي صب الاوالب لان ان الاوالب دي ما يدروش يشروها ولا العمال وحتى من ضمن العمال بيقولك العمال دي كانوا بيكدبوا يعني بيقولوا ان هم عبيد لا انت اصدق يعني ان دي نظرية من نظريات اه من نظرات في الاخر احنا بنقول للناس نظريات طبعا نظرات لحضراتكم يعني مع بعض كده بنحاول نوصل للعقل البشر يعني نقدر نوصل ان كان فيه في قلبنا او في وسطنا كده مثلا عالم او حد مسلا اه دماغه معدية عن اي حد تاني يعني طيب اه احنا قلنا ان الاحجار دي لها زوايا حدة يعني معنى الكلام ان الاحجار دي يعني ايه بتقطع مسلا بزي مسلا بلوقتي بنقطع دلوقتي مسلا للرخام والحاجات دي بمية بنجيب ضغط المية ونقطع بالاحجار النهار طب كان فيه ضغط زمية زمان مش عارفين طيب كان فيه صاروخ يعني حاجة بيقطعوا بها مش عارفين طب كان فيه مسلا حاجة محروها مسلا عملوها كانت مش متزبطة وجوه محارة مسلا ومحاروها مش عارفين فدي كلها برضو تخمينات احنا بناردها لحضركم طيب اه فيه مسلا تخمين بيقول للهرم الاكبر زمان كان وقت طبقة جير يعني حضر لو لو اي حد راح الاهرامات هيلاقي فوق في المسلس اللي فوق ده فيه طبقة كده موجودة لسه لحد النهاردة وبقت الهرم مكشوف طبقة الملسة دي اللي هي فوق الحتة الصغيرة اللي هي حوالي الطبقة اللي في الطرف فوق خارس دي الطبقة دي اصلا طبقة جيرية اه مكتوب عليها بالدهب كان الهرم كله كان ابيض كان كله كان جير ابيض ومكتوب عليه بالدهب اه في فترة من فترة صرت الف تلتمية وواحد بالتحديد حصل زنزال طبعا الف تلتمية واحد دي بالنسبة لنا احنا قريبة بالنسبة لفرقنا بعيدة طبعا بعيدة كتير جدا ده ده عد عليها كروم من الزمان اه طبعا حصل زنزال كبير جدا زنزال ده نتيجته كل الجير اللي كان على الهرم طبعا نزل على الارض خالس بقاش فيه حاجة غير الحتة اللي هي فوق بس اللي موجودة لحد النهاردة اه قال لك ان الحاجات دي بعد كده عملوا بيها اه ترعت اه اه مجرى العيون اه اه سر مجرى العيون في حي مصر القديمة وفيه كمان غرايب كمان اخرى برضو حمد داخل غرفة الملك برضو انت يمكن نتكلم عليها برضو لو انت جبت قطعة لحم حتت لحمة نية مش مستوى نية وسبتها كده في الغرفة دي اه يوم او اتنين او تلاتة او عشرة او مية هتلاقي قطعة لحمة دي كل اللي حصلها نية نشفت متعفنش يعني اي حد لو احنا جبنا قطعة لحمة مسلا باية او اي حاجة ورمناها او سمناها في اي مكان او اي ان كان غير ان احنا خواه في التلاجة يعني تجمد هيحصل لها اي حبوص هتعفن لكن لو حطناها في الهرم في غرفة الملك مش هيحصل لها اي حاجر ان هي هتنشف فقط لها دي طبعا صورة الهرم ايام ايام القدماء المصريين طبعا قبل سنة 1300 واحد كان بالشكل ده اه لما حصل الزلزال حصل طبعا بقى بالشكل اللي حاكم شايفينه النهاردة بقى فيه قطعة بس طبعا الجرده الهرم الاكبر بس يعني دايما هتلاقي حتى الهرم الاكبر بس هو اللي هتلاقي عليه الحتة في المسلس فوق كده في الهرم الاكبر بس مش في الهرمين التانية طبع انت قلت كم تبقى فيه جداول ونقوش من الدهب على الطبع دي مش ممكن يكون النقوش والحاجات اللي هي واعت مع الطبع دي هي المكتوبة عليها الاسرار بناء الهرام الاكبر? ليه لا. ليه لا. ممكن تكون هي كان مكتوب عليها الاسرار والحاجات دي. بس هو هو ربنا ليه حكمة في حاجة معينة ان ما حادش يتعرفها بعد كده. وبعدين ما ننساش ان ان كان فيه مفروض برديات وحاجات. يعني انت قلت دلوقتي ان الغطى بتاع التابود بتاع الملك. مش موجود. ما يمكن الغطى ده سر من الاسرار. يعني كان مكتوب عليه حاجة. كان مكتوب حاجة الوصل نوصل لحاجة معينة. ودلوقتي مش موجودة. يعني احنا برضو كل الحاجات دي احنا برضو بنتكلم مع الناس بنعرفهم عشان هنوصل بعد كده في بعد الفقرة فيه حاجات تانية هنتكلم فيه اهم واكتر. تماما. طبعا انت في انتظار الشيخ راك الشرر الشيخ راجب الحداد. عشان عندنا اسئلة كتيرة جدا وخلاص على اصول ان شاء الله. عندنا اسئلة وحاجات كتير جدا برضو ورسالة على الصفحة بناتنا الحلوة على الفيسبوك. عدركوا بعتل لنا اسئلة كتير. ان شاء الله نحاول يعني نتواصل معا فيها ان هو يحلها لنا. ونقدر برضو لبعض الاشياء معينة كده برضو اسئلة احنا ان شاء الله محضرناها له عشان نقدر برضو نفيد حضراتكم. ان شاء الله انت شاويتين بقى لتكملة التنبوية اه. في كمان بقى الموس لو انت حدك مسلا حلقت بالموس عشر مرات عشرين مرة. الموس ده خلاص تلم مش هيحل لك اه اه ده انك تاني. طب حطوا بقى كده في في غرفة الملك هيرجح حد موس. طيب ايه اللي حصل? مش عارفين. احنا محاديش عارف حاجة. ان في الاخر اه بن بن بنوصل لحضراتكم اللي احنا اللي احنا عايشينه النهاردة. طيب. بقول لك لو حطيت نبات اي نبات جلت وحطيته في غرفة الملك كده. يوم اتنين تلاتة خمسة قزمة نموه من تلاتين لمية في المية. يعني لو انت مسلا حطيت مسلا اه اي نوع مسلا نبات شجرة اه عضرة ايا كان اي حاجة بقى يعني اللي هي وحطيتها ابتها. طيب المفروض مسلا ليه مستوى معين بيوصل عنده او ارتفاع معين بيوصل عنده. لا اه في الغرفة دي بيقولك تلاتين في المية اكتر او مية في المية يعني قدوا مرتين. طبعا سبحان الله دي لها سر برضو طبعا من اه من الحاجات دي. فيعني بنحاول ان احنا محمد نقول للناس على على بعض حاجات تفيدهم طبعا ويقدروا ان هم يستفادوا معنا بيها. ولا ايه? وطبعا وفي من ضمن التنبؤات والنظريات اللي بناء الاهرامات بيقولوا ان في مخلوقات فضائية هي البنة الهرام دوت. مخلوقات مش موجودة مخلوقات فضائية وخصوصا ان هم لقوا نقوش مرسوم عليها اه اطباق طايرة. اه يعني مخلوقات فضائية دي لقواها على بعض الجدران. طب هل هم طلعوا الفضاء? هل هم كان لهم علاقة دي برضو حاجات مفقودة بنعرفهاش. ومن ضمن التخمينات التانية قالك ان الجن هو ممكن يكون اللي بناء الاهرامات. دي تاني حاجة. في تخمينات تانية بيقولك ان هو كان فيه القارة المفقودة اطلانتس. اه دي اللي كانوا ربنا اديهم علمي كبير جدا يفوق كل البشر. وكانوا يعني حاجات رهيبة. وكتب التاريخي قالتها. فطغوا يعني طغوا في الارض وكده. فربنا سبحانه تعالى يعني بعت عذاب ان هو اغراقهم. فبيقول ان بعض الناس منهم هربت وجات على مصر. الناس دولت لان علماء وكان ربنا رب نديهم العلم هم دول اللي بنقول الاهرامات. دي كلها تنبؤات وحاجات واسرار. الله اعلم بصحتها او بعدم صحتها. يعني الوقتين هزا ما نعرفش. من دبنا برضو الغرائب والاسرار. اه كانوا بيقولوا ان فيه علمين. علم انجليزي وعلم اه فرنسي. عملوا يعني هم شغالوا دماغهم بقى وحبوا يعرفوا الاسرار في الهرم. فعمق جابوا الهرم. وجابوا الهرم. اسمه ده الغرف الداخلية. وعملوا زي رسم بياني ليها. واجعلوا كل بوصة في الهرم بتساوي عام عام يعني سنة. وطبعا راحت المؤشرات ليهم ان كل غرفة مية يعني كل غرفة موجودة في الهرم دي بيتشرع على حاجة. الحرب العالمية التانية. الحرب العالمية الاولى. الحرب العالمية التالتة. والتواريخ بتاعتهم هتبني انت. من دماغ العاجات دي وصلوا قالوا انه طبعا ده 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 كلام مهمة مش كلام ناحنا. ان هي نهاية العالم. ويوم الفين اه الفين تمنمية وخمستاشر. الفين تمنمية وخمستاشر دي ازاي الله اعلم. ومن ضمن الحاجات في في مجموعة كده اوروبية بتسمى روزي 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 شلين. اه دي دول يعني بيعبودوا ربنا سبحانه تعالى على طريقة اخناتون. ازاي بقى طريقة اخناتون? بيعبودوا بزاي بيجوا كل عام يحجوا للهرم وبيلبس معين بيلبسوا ابيض وبيبسي زافوطة كده بيضة وبيحطوا ورد حمره اه في اللبس دوت وبيطوفوا حوالي الهرب ويخشوا الغرفة بتاعت غرفه ويصلوا فيها ويتعبدوا ويقولوا حاجات كده معينة من دبني حاجات بيقولوا ان هم يعني ايه بيقولوا حاجات من من كتاب اسمه كتاب رسائل اخ ناتون بيقول انا اراح لكوا بعد الحاجات اه وتعرفوا اه هما كانوا بيقولوا ايه طبعا ده ده كلامهم اللي بيقولوا من كتاب اخ ناتون بيقولوا هو الاله الاحد لا شريك له احضى ان يعرف جلاله واسمى ان يتناقش امره يخر الانسان صاعقا من الرهبة اذا نطق اسمه اذا نطق اسمه الخفي خلق الارض وما عليها ما نرى منها وما لا نرى وحدد مصير الكائنات كلها بحكمة ما اعظم اعماله فهو الاله الاحد الذي لا شريكة ولا شبيهة له طبعا ده ده يعني ده توحيد بربنا بس على طريقة اخ ناتون طبعا نتكلم بقى على يعني اكتر حاجة لا نتفرعنا ربيع طبعا طبعا وخاني كمان اقولك ان في معهد ابو سنبل آآ ده حاجة رأيبة ده آآ المعد ده كمان ليه كمان آآ يعني احاجات برضو آآ غريبة طب ايه اللي بحصل? انا المعلومة بس على طول معبد ابو سنبل ده أنا ليز يعني اوتفع OURU tfjddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddeddvd على الجنيه? معبد ابو السفل ده المخصوم على الجنيه اللي فيه اربعة. ايوه. اللي هو موجود عددار بتاع الجنيه المصري الورق. موجودة مدى مدى الحياة مع الناس. المعبد ده بقى. كمان المعبد ده يعني طبعا فيه تمسرم سيس الثاني. تمام. وكمان فيه معاه تلاتة جنبه تلاتة من من الآلهة آآ زمان يعني على فعصوة يعني. كانوا بيومنوا بالآلهة. كانوا بيومنوا بالآلهة تمام. فطبعا فيه تعامد للشمس كل سنة كل عام يوم اتنين وعشرين فبراير يوم اتنين وعشرين اكتوبر. طب ايه حكاية. التواريخ دي بتنص على حاجة مازل او بتشيل حاجة? يوم مولده. ويوم توليه العرش. تمام. دايما كل سنة في نفس المعادة لمدة يومين بتتعامد الشمس مسرا في وقت معين في اليومين دول لمدة عشرين دقيقة. طبعا بنشوفها كلنا وموجودة. بس دي حاجة رهيبة ودي ما نعرفش خلافة صحية. ووصلوا ازاي ان هي تحصل خدا مش عارفة. بالزبط بالزبط. سبحان الله حاجات. حاجات زي دي طبعا مهمة جدا. طيب. اه فيه التلات التلات آلهة كمان اللي جانبه. اله الظلام. تمام. والله النهار. طبع. والله الليل. والنهار. يعني كان فيه تلات آلهة للظلام. وللنهار والليل والنهار. طيب. ايه اللي بيحصل لما الشمس بيتعمد على وجه ربزيز تاني? الاله النهار الشمس بتتعمد عليه. يعني بتنور مع المعارض نصيص يعني بتنور عليه. والليل والنهار بتنور عليه. اله الليل لأ. سبحان الله. ما بيجيش على اله الليل شمس خالص. ما بيجيش على اله الليل شمس خالص. فهدي من ضمن برضو الحاجات اللي احنا لحد. طيب اللي هو بقى النهار بس او الليل بس ده بيحصل فيه? ده اله اله هم كان فيه اله هو اسم كده. يعني الشمس بتيجي على نصه بس ده. اه. بتاع النهار بتيجي على نصه. اه. النهار بتيجي على نصه لانه هو نص اليوم. ما هو نص اليوم. سبحان الله يعني. همتيجي على نص. لكن الليل ما فيش نور. فمش هتيجي عليه. الليل والنهار منوره كله زي وزي ربس السنة بالزبط. نفس النور ده ونفس النور ده سبحان الله. طبعا فيه بقى يعني مكون فعجالة سريعة لعنة الفرعونية دي حصلت الف وتسعمائة اتن وعشرين لما فتحوا مجبرة توت عن خامون. اه اربعين بقى حسمات وزي حوات حاجة حاجات حصلت غريبة. طبعا انت فيها طبعا زمان تعالى. اه اه. مشاهدينا ان شاء الله يا بقى يعني ان شاء الله بمعانا الشيخ راجب الحداد. الحمد لله يوصل. اه هنتكلم فيها عن اه لعنة الفرعنة وهنتكلم فيها عن اه حاجات كتير جدا هتفيدكم النهاردة. وحاجات كلنا بنسألها. وحاجات كلنا نفسنا نعرفة ونفسنا نوصل لها. ان شاء الله هنرجع لكم فيها تاني. بس اه كمان محمد يعني برضو اه الشيخ راجب ووصل الحمد لله اه بالسلامة. يعني نطلع فاصل كده ونرجع لكم تاني بعد الفاصل مع الشيخ رجب الحداد انتظرونا وانتظرونا كان لمنتجات حضارة الفراعنة العديد من الاسرار التي حيرت العلم العالم فبعد اسرار الاهرامات والفلك لم تكتشف بعد بالرغم من التطور العلمي والتكنولوجي الامر الذي يدل على ذكاء وبراعة المصريين القدماء كيف انتهت الحضارة الفرعونية عوامل خارجية سقطت الحضارة الفرعونية بسبب ضعف حكامها وتكالب الغزاة على مصر ومن الغزاة الذين حاولوا الاستلاء على مصر الهكسوس قدموا الى مصر عام 1560 الى 1786 قبل الميلاد من الشام والعراق وذلك بسبب التغيرات المناخية التي كانت تعاني منها تلك المناطق فوصلوا مصر ليستوطنوا فيها ولكن اوقفهم الملك احمس والذي استطاع طردهم من البلاد الاشوريين قدموا الى مصر عام 1560 الى عام 1786 قبل الميلاد من الاراق وبلاد الشام حيث حاولوا ضم مصر لحكمهم ولكن باءت محاولتهم بالفشل الاخمينيون وهم احدى الاسر الملكية الفارسية التي سيطرت على مساحات واسعة من العالم وقدموا الى مصر عام 405 الى 525 قبل الميلاد وقد غزوا مصر مرتين في الاولى تصدى لهم الشعب المصري اما في المرة الثانية طردهم الملك الاسكندر الاكبر الاسكندر الاكبر احتل الاسكندر الاكبر مناطق جغرافية واسعة ودم مصر الى ملكه عام 305 الى 332 قبل الميلاد وبقيت تحت حكمه حتى توفي ووقعت تحت حكم البطالمة الروم قدموا الى مصر عام 30 قبل الميلاد اي 330 ميلادي وادخلوا مصر في الديانة المسيحية وبقيت هكذا حتى الفتح الاسلامي عام 639 ميلادي على يد الصحابي عمر بن العاص من انجازات الحضارة الفرعونية الفن تميز المصريون في العصر الفرعوني بعشقهم للموسيقى واستعمالها في الاحتفالات العامة والخاصة كما استخدمت في الصلاة ودفن الموتى اخترع الفراعنة الكتابة الهيروغليفية وتتكون ابجديتها من 24 حرفا وتميز المصريون بالكتابة على ورق البردة تميز المصريون القدماء باستخدام الحلي التي تميزت بالدقة العالية في التصميم الطب تحتوي بردية ايبرس على 87 وصفة طبية لعلاج امراض الجلد والقلب والعيون والمعدة والمثانة والشرايين والنساء تحتوي بردية ادوين على معلومات عن العملية الجراحية واصابة الجروح كما تعرض 48 حالة تبدأ بالتعريف الاصابة ثم وصف الاعراض ثم اعطاء الرأي الطبي وطريقة الان ورجعنا لكم تاني يا عزيزي المشاهدين وطبعا المتشوقين معانا للجاي والفقرة اللي فيها الشيخ رجب طبعا فقرة جميلة جدا وتعودنا عليها ودائما باستفاد منه بكل حاجة وهنيجي معاكم النهاردة في اسئلة جميلة جدا بس نرجع الاول نرحب براك الشرعي الشيخ رجب الحداد منوّرنا النهاردة اهلا بيك يا سيد ربي اهلا بكل سادة مشاهدين نوّر تاني يا شيخ النهاردة وان شاء الله نفيد السادة مشاهدين وعشان جات لنا سئلة كتير جدا وعايزين احنا كذا حلقة يا شيخ عشان نستفيد بها المحاضرات احنا ان شاء الله طبعا نتكلمنا النص الاولاني عن الفراعنة وعن تسخير الجن وعن حاجات كتير جدا من ضمن النظرات ان هم قالوا ان الجن هو سبب بناء الارامات فطبعا نستغل وجود الشيخ معنا ان شاء الله ونسأل ونستفصل عن حاجات كتير جدا بتخص الارامات وتخص العالم الاخر ايه ما عرفوش الشيخ في البداية كده هو ايه علاقة الفراعنة بالجن وتسخير الجن وبنسمع ان فيه مثلا بيبقى فيه فيه جن كده مرتبط بالمقابر الفراعونية وبالاسحار والكلام دوات فاحنا احنا ازلنا نعرف المفهوم دوات وانه من بين الموضوع ده الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه علاقة الجن بالاسحار دي علاقة واطدة جدا لان اي سحر بيكون في جن موكل به او مكلف به وده امر تقريبا الناس كلها عرفها طالما فيه سحر يكون فيه جن طيب هل فيه اسحار لا يتبعوها جني نعم سحر العقول وسحر القلوب الانسان فينا لو بيحب حد سبحان الله العظيم تحس انه هو يعني غير متزن يعمل حاجات منه لكن انا عملت كده ازاي تمام اهل العلم قالوا وان من البيان لسحر فعلاقة الجن بالاسحار علاقة وطيدة جدا طيب علاقة الجن بالاثار الاثار والجن طبعا كلام كتير جدا سبحان الله العظيم واغلبه كلام باطل اغلبه كلام باطل طيب الجن والاسحار والاثار لهم علاقة ببعض الانسان ممكن يمس ممكن يصاب بالمس يصاب بالمس من ايه يصاب بالمس لو دخل اي مكان اثر يعذاكم الله لو دخل مكان خريب لو دخل مكان مهجور يصاب مش شرط كمان ان المكان ده يكون فيه اثار او يكون فيه اي شيء تمام الجن زمان يعني هم كانوا بيتشكلوا في الاكتر في الحية او في النسر يعني كان دايما ايام فرعنا كان تشكيل الجن في العكتين دول اكتر فانا اسألك يعني ايه التشكيلات اللي الجن وكان بيتشكلها الزمان ودلوقتي هل فيه فرق ولا لا احنا ممكن نجاوب او نتكلم كلام عام عن تشكل الجني هل يتشكل الجني اقول لك نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال بان الجن ثلاثة اصناف صنف يطيرون وصنف حيات وكلاب وصنف يحلون ويضعنون طالما ان الجن يستطيع ان يتشكل في هيئة حيات وكلاب ويحل ويضعن فممكن يتشكل باي شيء سواء كان شك حسن او شك قويه زمان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل لما قتل والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنذي من قتل الاخر مش عارفين مين موت مين كان ايه اللي حصل كان الرجل رجع من غزوة فشف زوجته متكشفة بر البيت فدخل الرجل فرأى ثعبان فاخرج سيفه واخذ يقاتل هذا الثعبان حتى مات فلما النبي صلى الله عليه وسلم شايف المنظر قال لا تقتلوا حيات البيوت فان في المدينة جن اسلم فاذا الجن هنا بيتشكل سواء في حيات في كلاب في عقارب في ثعبين في اشكال حسنة مش شرط ان هو يكون التشكل ده على هيئة حيوان الجن يتشكل في اي صورة ايا كانت ويحل ويضعن في اي شيء وده بكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم طبعا السؤال ده كان مهم جدا لان المقابر الفرانية اغلبيتها بترتبط يعني بيرتبط نقوش اللي عليها بنسر موجود على الباب المكبرة يسمى حورس وافع طبعا احنا معنا فيديو برضو يلي تحضروه لفيديوهين فيه وهمة عمال الحفر بشغالين لقوا حية لقوا افعة ومرضيتش يتمشي طبعا في اي مكان وكملوا حفر لقوا فيه تمثال وهي بتحروسه وفيه نفس الكلام برضو وضع تاني فالسؤال بقى يعني السؤال المهمة فيه هل الجن الحارس طبعا الفيديو معنا هو على الهواء اه طبعا بص يا شيخ الافعة وحتى لودر وما خافتش ولما كمل حفرة هيبقى تمثال وهي واقفة حرسا ده ده حاجة هل بقى الجن اللي هو موجود في المكابر الفرعونية ديت وبيقال ان هو عند المكابر اللي هي بتاعت الملوك والامراء بس دوت بيبقى هو اصلا موكل من دمن من الكهنة او من الفرعنة اللي هما جيهم عملوا المكبرة دي ولا هو عشان ساكن تحت الارض فبيظهر وبيدافع عن المملكة بتاعته طيب بالنسبة للافعة اللي ظهر معنا في الفيديو ديت يعني لا نستطيع ان نقول هي جن ام لا احنا قلنا الجن بتشكل حيات وكلا طب الافعة اللي في الفيديو دي هل هي جن ولا مش جن الافعة دي حضرتك ممكن تكون جن وممكن لا طب انا طبعا بص ده تمثال ده تمثال يا شيخ هواتو هي بقد قد يكون الامر قدرا افع موجودة في مكان طب السي مش لافعة تكريم ولكن احنا بعد ما الناس شغالة وبتاع قلنا لأ ده هي دي حارس مكان مش شرط طب هل احنا عندنا دليل هل احنا عندنا دليل يقول ان الفرعنة كلا بعملوا اسحار وعملوا الكلام ده كله ابدا الله هي لا نعلم في دليل على الكلام ده مفيش ما وضع بالعلم لا يستخرجه الا بالعلم اما خصد بقى ان الجن تشكل وحارس المقبرة فهذا كلام ليس عليه اي دليل من الصح طيب اتكلمنا يا شيخ عن بناء الهرم الاكبر او بناء الهرمات عمان يعني حاجة بتربطهم ببعض ليه طريقة بناء الهرمات لحد النهاردة ما فيش اي حد وصل له فانا عايز اسألك النهاردة هل الجن ليه دور او يقدر ان هو يبني الهرمات دي وقدر يرفع الحجارة دي في ايام الفرعنة غير دلوقتي الجن اللي كان بيعمل الحاجات دي كان جن خاص بسيدنا سليمان لا اخصد طبعا الهرمات ولكن سيدنا سليمان سخر له الجن ودي كانت امر او خاصية من ربنا سبحانه وتعالى ام الجن يبني او او يعمل اي شيء فهذا الامر ليس عليه دليل يعني استبعده ولكن في ايام سيدنا سليمان قال عفرته من الجن انا اتيك بي اذا القوة والقدرة دي كانت خاصة بالجن ده في ايام سيدنا سليمان اما الجن يبني اهرمات يهد اهرمات هذا امر ليس عليه دليل طب فيه بقى سؤال مهم جدا يا شيخ وده احنا بنشوفه كتير وبيحصل بيبقى فيه مثلا فيه ناس بتمشي ورد الجالين كتير ويقولك فيه مجبرة فرعونية هنا وبيطلبه بقى طفل صغير يطلب بنت عزراء يطلب يقول له ابنك يقول له اخوك بيطلب ناس معينة ولازم يتدبح ولازم يحصل دم على المجبرة ده عشان يتفدح فايه كلام ده وقته والله كثر الكلام وكثر الكذب في هذا المجال وسبحان الله العظيم ظلمنا الجن معنا من كثرة الكذب عليهم سبحان الله الناس بقيت النهاردة بتلبس اي تهمة للجن اي تهمة يقولك معموله عمل في كده واحدة مختلفة هي وزوجها معمولون سحر تفريق واحدة كده مخطوبة ولم يتم الأمر معموله سحر تعطيل في كده في كده وسبحان الله العظيم الناس اصبحت تختلق الكذب على الجن الجن اصلا اصلا هم الكذب او غالبهم يكذبون ولكن للأسف الشديد إن البشر أصبحوا يعني يختلقون ويركنون إلى أن كل هذه الأمور من الجن ونسوا أن الله تبارك وتعالى الأمور تجري بالمقدير الله تبارك وتعالى يجري الأمور بأمره وبحكمته فقصت بقى صفك الدماء والكلام ده كله والأطفال كله ده كلام باطر كله ده كد الإنسان يتقي ربنا سبحانه وتعالى ما فيش حاجة اسمها جن يطلب صفك دماء طب ما شيخ فيه ناس بتعمل أعمال ويقول لك ده عايزين ندبح حاجة اللي طالب الحاجة دي الساحر طلبها قربان عشان يتقرب للجنية عشان ينفذ المهمة الموكل بيها وطبعا الساحر ده بيذبح هنا لغير الله تبارك وتعالى طب هو ده مش حرام ده حرام وكفر من ذبح رغا الله تبارك وتعالى فقد أشرك طب الكفر ده الساحر بيعمله ليه حضرتك هو أصلا مجهي يستعم بالجني كفر بالله تبارك وتعالى وليس بعد الكفر ذن فانت هنا ما تلومش على انت ليه بتذبح لغير الله تبارك وتعالى هي يتبح ويعمل كل شيء ونجسات وكلام يعني نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعفية فالإنسان يتقل لها تبارك وتعالى سفك الدماء خطف الأطفال كل ذا كلام باطل إحنا بنادعي أو إحنا بناكذب على الجن هم اللي بطلوبوا الأشياء دي نسأل الله تبارك وتعالى السلامة النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا خير عند الله تبارك وتعالى من أن يراقى دم امرئ مسلم بغير وجه حق فكل دا كلام باطل نتقل ربنا سبحانه وتعالى كل واحد يتقل ربنا سبحانه وتعالى في نفسه وفي ماله وفي أهل بيته نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعفية فيه سؤال ممكن يخرج معنا حاجة بسطة كده عن اللي احنا بنقوله اللي هو الطلاق الروحي اللي هو بين مثلا مثلا يعني أم مثلا تقول تقلع على ابنها أنا ابني فيه حصله حاجة أنا حسن ابني حصله حاجة فدي حاجة روحية اتنين توقع مثلا إخوات واحد مثلا عنده مشكلة او عنده حاجة يجي التاني يزعل عليه او يحس به تمام تمام فهل الجن بقى ليه دور في الموضوع ده برضو انت برضو على قول الجن برضو السؤال دا مهم جدا جدا وعايز ارفضه برضو فعلا كويس ان هو اللي بصور بيها سهله لان التواصل الرحواني ده كان بيقوله برضو اللعنة الفراعنة بتحصل بسبب التواصل الرحواني دوت فالسؤال دا مهم جدا انا حركت جوابنا ايو عشان احنا عايشينه فعلا في البيوت يعني انا فعلا في البيوت عايشين ان كل واحد مثلا يقل على حد معين لا دا حصل له حاجة انا حسن ان في حاجة غلط مش عارف ايه الحاجات دي بتحصل ازاي يعني ايه اللي بيحصل عرفنا كده شيء الله مستحب طيب الارواح وتلاقي الارواح هل في دليل او في امر ورد في تلاقي الارواح نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم الارواح جنود مجندة ما تقابل منها اتلف وما تناكر اختلف سبحان الله ممكن يكون اول مرة اشوفه السيد ربيع او السيد محمد في مكان واروح على نفسي باتكلم معه وبحكي له عن اسرار ومسترح له جدا طيب دامن ايه الارواح تلاقت الارواح تلاقت ابن عباس يقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ودا يعني ابن عباس قال حبا في قلوب العباد حبا في قلوب العباد فلا يبغض المؤمن الا منافق لا يبغض المؤمن الا منافق انا مش مسترح للشخص ده سبحانه عظيم ممكن يكون هو الانسان ده له مكان عند ربنا سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى عادي يحميه منك ومن معصيك ومن اذاك فتلاقي الارواح امر موجود امر موجود طب في تلاقي تاني في تلاقي روحاني اه في تلاقي ارواح شيطانية ازاي لما اتنين سحروا يعدوا مع بعض كل واحد دامع خدمة او جن والتاني كذلك الامر يتلاقي من خلال الجن او من خلال القرين يتلاقي مع بعض طب هنا نقدرون الارواح تلاقت لا هنا نقول الشياطينه تلاقت الشياطينه تلاقت مع بعضه طب سؤال تاني بس انا اقول احراك في عجالة كده سريعة عشان السؤال ده مرتبط بحاجة تانية لما فتحوا مجبورة توتا حنخيمون حاصل كوريس كتيرة منها اربعين واحد من الباحثين واللي فتحوا المجبرة دي ماتوا في ظروف غمضة انتحار وغيره وغيره في حاجات كتيرة جدا حاصلت في يومية في يوم فاتح دوت القرابة عطيت على القاهرة وفي شخصية بارزة من ضمن الناس ماتت في بعدها حاصل كان واحد جاب عصفور كناري لا افعى واكلاه فطبعا لا افعى ديت وقالوا ان في نصر طف المجبرة المجبرة محصة يتعصيفة حتى الدكتور زي حواس بيتكلم بيقول ان هو رايح كان رايح ياخد الموبيا بتاعت توتا عنخيمون ويعمل لها فحص فهو ماشي العربية هتموت طفل اول حاجة بعد كده جاله خبر وفاة جز اخته وبعد كده جاله وهو في الطريق ده كله جاله خبر ان وزير الثقافة جات له ازمة قلبية وبعد كده في نفس الوقت ترجع كل لعنة الفراعنا لسه 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 بعد كده حصل حاجة تاني المهمة بقى هو بيعمل رويس هناك المجبرة بيعمل حديث صحفي لقناة يابانية في نفس ذات اللحظة حصل فيضان هناك والناس قالت دي لعنة الفراعنا خد الموبيا وراح يعمل الاشيعة اتجاز ويف وماشتغلش فهل دي كلها صدفة السؤال بقى هل الجن قادم ان هو يعمل كلام ده كله ويسفك الدماء ويحصل الكلام ده وطن صلى عن ابي محمد عليه الصلاة والسلام الله تبارك وتعالى قال وما هم بضارين به من احد الا الا باذن الله فالضر والنفع بيد الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك بشيء الا وقد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف قصت بقى الجهاز والعصفير والكلام تكلم عنها دي كله لعنة الفراعنا اللي اصلا معلاش اي دليل ولا احنا عارفين ايه اللي بيحصل فيها ولا الكلامنا كله بس هيا الناس بتعمل ايه بتعلق كل حاجة او اي حاجة على شماعة الجن اصل كده او كده او كده مفيش دليل ان في حاجة بتقول ان في حاجة اسمها لعنة الفراعنا لو عندك دليل قولي عليه كنا بقوله في كتابة كده مكتوبة على باب المكبرة ان اللي هو هيزعج الملك ده في نومه هيحصل له موت وهيحصل حياته كلها ظلامة الله تعالى اعلم هل ان في معنى ان في مكبرة مكتوبة على مثلا عليها خطر الموت او غير ذلك ان دي لعنة فراعنا لا عاد اي حد بيبني بيت بيحميه بسلك شائك صح ولا من صح طب طب فالراجل بيحمي بيته او متلكته زي ما هو عايز فمش كل حاجة ده الجن ده معرفش ايه الجن اجر جن اجر رياح جن ايه اللي يعمل طيب هل الجن يستطيع ان يفعل ذلك ان قدر الله تبارك وتعالى ذلك فلارد لقضائه اعمل كذا خلاص هيعمل انما مش كل حاجة النهاردة واحد زي ما قلنا دماغه صداعي ده من الجن في حصل كده الجهاز عطلان من الجن التعبان كالكناريا اللي هو مكتشف فيه من ضمن الحاجات اللي هو توفى بنفس موت تتعن خمول معهودة في خده الايصر بنفس التشخيص بتاع الموت بعدها برضو بيربطوها ده حاجة شيخ بس ده دليل ان كان في نموس اعمل فرعنة مش دليل ان كان في العنة فرعنة معهودة تعطي عدد نموس عشان ما نعديش الحتة طبعا احنا عرضنا لتنين ففي نظريتين نظريات الولاي بتقول العنة فرعنة ونظريات تانية ويالا صاحب يقولوا ان المقبرة بتبقى مفهولة للمدة الاف السنين ايو ان خلينا في الكلام العلمي بسيب اجماء من الجن والعافرنة كل ده كلام فرعنة خلينا بقى خلينا نتكلم علمي شوية احنا انا وصلنا عادينا في قرن العشرين نتكلم كلام علمي شوية كلام نسمة تحضيرها بعيدا بقى عن الداجل والشعوزة والكلام ده فيه رسالة جيالنا يا شيخ تفضل للبرنامج يعني هي حاجة بقى يعني ايه خاصة بالجن برضو انت بتزعلي ما بنجي نتكلم العديد المشاهدة رسالة بتول ايه بقى ان ازاي الجن بيدخل الجسد او يعني ايه اسباب دخول الجن الجسد طيب دي اسبال محترم يقول يعني السؤال محترم جدا من الشخص يعني حسبه على خير طيب ايه اسباب دخول الجن الجسد صلي يبقى محزا خوفون شديد غضبون شديد فرحون شديد غفلتون شديدة انكبابون على الشهوات استدعاء معنا خمس ستة حاجات هم بيقولوا ان دي اسباب بتخلي الجن يدخل جسد الانسان تمام طيب انا عندي خوف شديد لو احنا بصنا في كل الاسباب دي هلقي اني حصل فيها خلل في الجهاز العصبي عشان خاطر كده الجن بيخترق في اللحظة دي بيخترق فين في اللحظة دي طيب لو انا يعني مثلا في ساحر مصلة جني على واحد ماشي بس الشخص ده سبحانه وتعالى ملتزم وكويس وعرف ربنا وبيصلي وصوم وبيحصل نفسه اذكار وكل شي الجن يفضل يحوم حول عمال يلف حوله عاوز يشوف اي باب عشان يدخل ايه للجسد ينتظر بقى خوف شديد غضب شديد غفلة شديدة بعد عليه تبارك وتعالى انكيب على الشهوات اي معصية عشان يخترق الجسد طيب اختراق الجني للجسد بارادته ام مرغاما اختراق الجن تسخير الجني مرغاما هو السحر السخار واصبع عنه انما اختراقه للجسد ده بامر له تبارك وتعالى الضر والنفع بذلك تبارك وتعالى بيشوف ناس دايما ناس كتير جدا بيعيد عن ربنا سبحانه وتعالى حادث عن طريق الحق وعن طريق الهداية وربنا سبحانه وتعالى ما فهمش اي شيء ما اصفهمش باي شيء صح ولا مصح طب ليه ممكن يكون استدراج من الله تبارك وتعالى ونشوف واحد بصلي وصوم وعدف ربنا ولكن سبحانه العظيم مبتلى باسحار يخرج يطلع من السحر لا يدخل سحر تاني تمام فاحنا نعرف ايه اسباب دخول الجنجسد طب ليه عشان خاطر احتطل امري عشان خاطر احصن نفسي عشان خاطر اعمل حصن ودرع ووقاية الوقاية خير من العلاج عشان معودش يفضل ليف على المشايخ وده يطلع دجال ويطلع نفسه ويطلع الى اخر صحيح ناس والتبارك وتعالى عفو والعافية جلنا سؤال تاني على الصفحة بيسألوا ايه هو اختلال الانية وفقدان الزيت واحنا عزين نعرف قبل اللي بيسأل طيب اختلال الانية ده وفقدان الزيت ده موضوع كبير يعني عزين حالة كاملة يعني الله مستعلم عزين نفسه مفهومه بس عشان مفهوم صعب طيب في عجالة هنقول الاعراض الخل الانية وبعد كده نقول العلاج ان شاء الله من الناس سبحانه وتعالى اختلال الانية او فقدان الزيت او الغربة عن الزيت بيحصل نتيجة ايه او ايه ازبا و ايه اعراض نقص فيتامين دال او بيت ناشر او نقص الماغنيسيون حد تعرض لصدمة نفسية جديدة جدا تمام بكى فيها بكاء انستيري طيب من اعراضه ايضا الانسان يحس انه عايش مبين الواقع والخيال هو اللي حصل ده صح ولا مصح ونصاح ولا ناي من اعراضه ايضا الصراع الداخلي صراع الداخلي مستمر الرغبة في ايذاء النفس انتقاده الاخرين حتى بعد كده كمان بيفضل بعد كده ينتقد في نفسه طبعا كل ده دون ان يشعر لو الشخص ده نظر الى شيء سابت تمام يره متحرك ده مثلا ازادة مية وبصلها يحس انه تهتز تتحرك من مكان هو اصلا غير متزن غير متزن لا فكريا ولا عقليا فبالتالي الامر ده بيكون اثر انه غير متزن بدنيا تمام طيب هل ممكن يقتلل الانية ده يحصل لو الانسان ما حصله شضمة نفسية ايقا ممكن يحصل لو حد عنده حسد شديد اتحول الحسد ده الوساوس الوساوس بتكتر على الشخص يستحود عليه القرين تكون جوا منه صراعات داخلية بعد كده يحصله حاجة اسمها اختلال الانية اوفق داني الذات طب العلاج ايه العلاج شريع ان ارجع لاصل الاصابة لو كان صدمة نفسية اعليه الصدمة النفسية عاليش اكويس جدا لو كان الامر يحتاج لدكتور نفسي ما فيش ادنى مشكلة يحتاج ان انا اخد مهدئات او اني اتكلمها حد او اني اعالجها باي شيء انا شايفه صح ما فيش ادنى مشكلة طيب لو مصدمة نفسية اعالج الحسد اعالج الحسد الشديد اللي حصل لده عشان اخرج من هذه الايه من هذه الازم طيب في بقى يعني سؤال مهم جدا جدا يهم السادة المشاهدين وده يعني مهتم بيه اول ان انت تجهبنا عليه السؤال بيقول ان احد متابعين بلاك بتاعنا حصل يعني حصل له عملية نظب تمام طيب ايه عملية النظب اللي حصلت هو فيه حد قال له ان انت عندك مكبرة مم موجودة ماشي كده مم فجيه جيه شيخ او جيه حد بيدعي ان هو شيخ يعني بيرق في ال ثانية واحدة بالنسبة للموضوع الشيخ بيدعي انا قلت بيدعي خلق 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 بيدعي الشيخ ثلاثة شيخون شيخه الزمان وشيخون شيخه الشيطان وشيخون شيخه القرآن طيب عشان عايزك تنبغني عصده قبل وقت قبل وقت الحلقة على الناس كلام فاضي قبل وقت الحلقة يا شيخ عشان ده مهم جدا انا نفس عايزة اعرف فالمهم ايه يعني هو جاب الراجل جاه فهو راجل شغال قعد حفر شوية كده بتاعه متهولة تمثلين اتنين دهب حلوين قوي كده لمعين في وشه ماشي كده فطبعا هو بيحفر قال لك انا كنت شايفه يعني آلع يعني هدومه مش لابس هدومه فانا عمنا اقول له انت انت لعت هدومك ليه بردش علي هدومك ليه بردش علي وفي اخرى ما طرق التمثلين اتنين واخدتهم وعطهم في العربية حسابك كام قال لي مية وعشرين في جنيفة ده تهمله كان يعني اي راقم يعني فخلاص الراجل اللي حات حكت في العربية جيس الصبح بيفتح العربية رح يوديه لقى احجارة مش ده فبيسأل بقى ايه اللي حصل يعني ان عايز اعرف راجل تطلحه مدامي وكذا كذا الراجل اللي عام نفسه شيخ ده بس سريعا في عجال ده ده ساحر حضرك لما انت بتقول لها لعه هدومه هو كده بس كان بيتأكد خدمة اشتغلت على عنيه ولا لأ سحر عنيه سحر التخيل عشان لم يتأكد ان خدمة اشتغلت عليه اشتغل واشوف يشوف النصب براحته بقى تمام هو نصب عليه وسحر عنيه بقوله انت قال عنيه ما رضش عليه كده تأكد ان الراجل ده تسحر خلاص كده يشتغل بيبدأ النصب براحته تمام خلص نصبه وبتاع خد الفلوس وخد بعضه وسافر بليل من الثاني يوم الصحب يقول لك انت لقيت تمثيل ايه كانت حجاب يعني هو كده كان يسحر له بتأكد ان السحر يشتغل عليه ولا لأ ده مش شيخ ده نصاب ده نصاب احنا نتقر ربنا سبحانه وتعالى فعله قال سريعه الرضا الرضا جنة الدنيا ارضى بالنا Bonnie سبحانه بت waryاتك ارضى بالحياتك بيتك زوجتك اولادك يا جماعة كل حاجة في الدنيا رزق يعني زوجتك رزق اولادك رزق الفهم رزق والمنع رزق والعطاء رزق تمام يقول حسن البصري لو رزقت الفهم في المنع لكان ما يعين العطاء ارضى الحمد لله ربنا اجدك فقير الحمد لله غني الحمد لله بتفهم الحمد لله إن كل شيء خلقناه بقدر حتى العجز والكيس لما يكون عندك عيل وده يطلع غابه يطلع غابه الخاله لا هو ربنا قدره كذا إنه هذا يكون كذا يعني الناس كلها مسئلة كلها عباقرة كمين هيقدم كمين هيتحرك كمين هيكون صناعي كمين هيكون كذا أو كذا نرضى والحمد لله لو رضي الإنسان لأنه قدره تبارك وتعالى له وقسم يعني لبلغ الراحة في الدنيا وفي الآخر أنت شيخ نورتنا نرضى ربنا يبارك فعال نتمنى النهاردة نكون حلقة فدنا حضراتكم وسردنا التاريخ الفرعوني وخباياه وأسراره وما أقيل عليه وما سوف يقال والأسرار والمقابر اللي لزا ما اكتشفتش من دائمنا حاجات في مقابر جديد اللي لزا ما اكتشفتش وطبعا هالجل بيخفي المقابر دي ولا لأ في حاجات تانية نتكلم فيها فإن شاء الله لو سمح لنا الأوقات التانية بإذن الله وفي النهاية بشكر حراككم لحسن متابعيكم وبشكر اتنين معدين يعني شطار جدا عبد الرحمن بيومي ومصطفى سيد وبشكر المخرج الشاطر محمد كلاني ومدير الستوديو نصر الشهاد وستاذ أحمد حافز وكل القائمين على القراءة وبشكر صديقي الإعلام اللي كنت مفتقد الحلقة اللي فاتت لما كانش لها طعم غيره شكرا يا صديقي مشاهدين يعني احنا يا رب يا رب نكون يعني في دنايكم زي كل مرة ويا رب كلوا استفدتم مننا يعني بأي حاجة عرضنا عليكم النهاردة وكمان يعني بنشكر شيخنا الجميل الشيخ رجب الحداد على تلبيت دعوية لنا النهاردة طبعا لو كاننا معاه كتير جدا في حياة كتير جدا يعني عايز وقت كتير لكن يعني حلقتنا للأسف مش عايز أقول لكم المخرج كل شوية عمال يقول لي يلا 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 فطبعا يعني معلش هنستحملوا يعني وعلى فكرة السادة المشاهدين بيشتكوا عايزين نزود الوقت بس معلش بقى مرتبطين بمعاد وطبعا إن شاء الله نابلكم الحلقة الجاية بإذن الله تعالى موضوع جديد توحشونا وفي حلقة جديدة إن شاء الله وموضوع جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته